باشرت مديرية الآثار بمحافظة عجلون العمل على تأهيل وصيانة موقع مار الياس الأثري للحفاظ على قيمته التاريخية والدينية والأثرية وصرح مدير آثار المحافظة الدكتور إسماعيل ملحم أنه تمت المباشرة بالمشروع والذي يشمل صيانة الأرضيات الفسيفسائية والجدران وعمل لوحات إرشادية بهدف توفير مناطق سياحية آمنة للزوار وأوضح ملحم أن التكلفة المالية لأعمال المشروع خصصت من موازنة وزارة السياحة والأثار لتشمل أيضا ترميم المواقع الأثرية في المحافظة وإنشاء صالة عرضا للمقتنيات والصور والقطع الأثرية المكتشفة في عجلون